موسيقى عنوين الأخبار إثيوبيا تعسن ترتيبها الرقمي بناء على مؤشر المشهد الحكومي الرقمي للأمم المتحدات الذي يضم 193 الدولة عضوا موسيقى الأمين العام لإيقاد يقول إن الدول العضافي الهيئة يجب أن تضمن منفعتها المتبادلة لتنمية السياحة والحفاظ موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله إليكم نشرة الأخبار أصحابكم فيها كوثر سيراج من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي تمكنت إثيوبيا من تحسين ترتيبها بناء على مؤشر المشهد الحكومي الرقمي للأمم المتحدة الذي يضم 193 دولة عضوا وتم الإعلان أن مؤشر الأمم المتحدة الدولي للحكومة الرقمية والذي يصدر كل عامين أمسب في نيويورك بالتزامن مع اجتماع الحكومة ويظهر هذا المقياس العالمي للمشهد الحكومي الرقمي التغيرات التي أحدثتها دول العضاء في هذا القطاع من خلال مقارنته مع الدول الأخرى ومع التقدم الذي تحرزه كل عامين وفقا لتقرير المشهد الدولي للحكومة الرقمية تحسنت إثيوبيا عشرة مراكز عن مركزها السابق واحتلت المرتبة 169 وتم تصدير تصنيف يضم 193 دولة عضوا حول هذا البعد من الحكومة الرقمية مع تصنيف الدنمارك واستوونيا والسينغافورا من المرتبة الأولى إلى الثالثة وتعد الصومال وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى من بين الدول الأدنى مرتبة من بين 193 دولة عضوا وتحتل المراتب الثلاثة الأخيرة في مشهد الحكومة الرقمية وأصبحت بورندي وهيتي واليمن والنيجر والأفغانستان وتشاد وإيرتريا أيضا الدول ذات صورة حكومية الرقمية منخفضة أجرة السكرتارية الصحافية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي باللانيسي مناقشة تهدف إلى زيادة التغضية المتوازنة الموضوعية للصحفيين الأجانب من المؤسسات الإعلامية الدولية الكبرى العالمية في إثيوبيا وبما أن إثيوبيا تمر بعملية تغيير وتنمية سريعة فمن المهم جدا أن يحصل السحفيون على معلومات دقيقة وفحم مفصل وتساعد مثل هذه العلاقات التغضية الإخبارية التي تركز على إثيوبيا وتركز المعلومات المتعلقة بإفريقيا التي تغطي وسائل الإعلام الدولية في الغالب على جوانب المرض وفقر والسراء وعدم الاستقرار السياسي وتستمر هذه الصورة في تشكيل التصورات العالمية والقرارات السياسية المتعلقة بإفريقيا وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مكتب رئيس الوزراء شدت المناقشة على أهمية تقديم التقارير بنذرة متوازنة وشاملة كما ناقشت سبل تعزيز هذا النوع من التقارير في المستقبل أعلنت وزارة التخطيط والتنمية أن إثيوبيا أكدت اتزامها الثابت بتعزيز الموقف المشترك لإفريقيا بشأن الشؤون المتعلقة بالبيئة وبصفتها الرئيس الحالي للمؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة شاركت إثيوبيا بنهجها الاستراجي في معالجة قضية تغيير المناخ في الدورة الخاصة العاشرة للمؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة التي عقدت في أبيجان بكوت ديفور وقال رئيس الشراكة الاستراتيجية لاتفاقية البيئة وتغير المناخ بوزارة التخطيط والتنمية من سور ديسي إن إثيوبيا ستعمل على تعزيز القضايا البيئية المشتركة للقارة الإفريقية وذكر الرئيس أن الوزراء أيدوا قرارا شاملا بشأن تعزيز الموقف المشترك لأفريقيا في مؤتمر الأطراف والاجتماعات الأخرى وأكد من سور أن إثيوبيا تبذل قصار جوتها لتحقيق مواقف القارة بشأن البيئة وأضاف أن اعتماد إعلان أبيجان بشأن رفع طموحات إفريقيا للحد من التسحر وتدهور الأراضي والجفاف كان إنجازا محوريا للمؤتمر تم أقد ورشة عمل في أديس أبابا حول نتائج دراسة ربط الدول العظاة في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكومسا بالكهرباء وحضر ورشة العمل ممثل الدول العظاة بما في ذلك إثيوبيا ومختلف أصحاب المسلحة وقال مسؤول في مجال الوقود والطاقة إن إثيوبيا تلعب دورا أكبر لربط الدول العظاة في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا بعمدادات الطاقة وذكر بهرو أولغر المدير الفني لإدارة قطاع الكهرباء بهيئة النفط والطاقة إن الأطر القانونية وشروط التعريفية وتطوير البنية التحتية ضرورية لربط الدول العظاة في كوميسا بالكهرباء وقال إن الهدف من ورشة العمل الحالية هو إيجاد إطار قانوني مشترك لربط الدول العظاة في كوميسا بالكهرباء وأضاف أنه سيتم الإعلان النتائج الأبحاث التي أجرتها الدول العظاة في مجموعة الدراسة المنشعة لإعداد إطار التسويق الطاقة ومراقبتها وإدارتها صرح الأمين العام للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد الدكتور ورقناه قبيو إن الدول العظاة في الهيئة يجب أن تضمن منفعتها المتبادلة من خلال إقامة علاقات قوية في تنمية السياحة والحفاظ للسلام وجاء ذلك خلال اجتماع وزاري السياحة في الدول العظاة لمناقشة قارطة الطريق العشرية لتنمية السياحة التي أعدتها إيجاد وأجري في الإيجاد مناقشة حول قارطة الطريق في أديس أبابا وقال ورقناه إنه يجب أن تعمل دول العظاة معا لأن قطاع السياحة مهم لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي بالإضافة لتعزيز للاقات المتبادلة بين الدول وأشار إلى أن إيجاد تنفذ أنشطة متعددة الأوجه من أجل السلام والتنمية المستدامين في المنطقة وأكد أن الجهود الشاملة ستستمر في تعزيزها وقالت وزيرة السياحة السفيرة ناسيسي جالي إنه من المهم أن تعمل الدول العظاة في الإيجاد معا لتحقيق تنمية السياحة النافسية ومستدامة في المنطقة من أجل استخدام السليم لمواردها السياحية وعضافت الوزيرة أن تنمية السياحة قطاع يدير دخلا مرتفعا عالميا لكنه منخفض في إفريقيا موضحة أن السبب الرئيسي هو الافتقار إلى البنية التحتية وإن إدامي السلام تأحد رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم التقراء السيد كيتاتشو ردى بتعزيز التنمية الزراعية لضمان العمن الغذائي في المنطقة وعقد مكتب الزراع والمواردة الطبيعية بالإقليم منتدى لتقييم أداء العام الماضي ووضع خطط للعام المالي الحالي وذكر كيتاتشو أن الأنشطة الرائعة التي تم تنفيذها خلال السنة المالية الإيثوبية المنتهية في هذا القطاع من خلال تحسين إمدادات الدخل الزراعية وتعزيز الزراع وتنمية الموارد الطبيعية وقال إن الجهود مفذولة لتنفيذ المبادرة لدعم المتضررين من الكوارث الطبيعية ومساعدتهم على الإنخراط في أنشطة التنمية كما أكد رئيس مكتب الزراع والموارد الطبيعية الدكتور إياسو أبرها أن أهمية التنمية والأمن الغذائي على مستوى الإقليمي مؤكدا على أن الحاجة إلى توسع نطاقة تنمية ناجحة للغابات والري وكذلك مبادرات التنمية للخضراء خلال السنة المالية الحالية وأشار إلى أن الإنجازات الناجحة التي تم تسجيلها في الأنشطة تطوير الري وحماية المواد الطبيعية بهدف تعويض المشاكل التي واجهتها البلاد بسبب الجفاف عالنت القطوط الجوية الإيثيوبية أنها ستضيف رحلتين إلى أثناء تقدم العاصمة التاريخية وأكبر مدينة في اليونان ست مرات في الإسبوع اعتبارا من الثاني من شهر ديسمبر عام الفين واربع وعشرين وخلال ثمانية والسبعين عاما من العمليات الناجحة أصبحت القطوط الجوية الإيثيوبية واحدة من شركات الطيران الرائدة في القارة لا مثيل لها بكفاءة ونجاح التشغيلي وتعد مجموعة القطوط الجوية الإيثيوبية أيضا واحدة من أسرع شركات الطيران نموا على المستوى العالمي وتلعب القطوط الجوية الإيثيوبية دورة مهما لربط العالم ونقل البطائل الإفريقية التي تدير أحدث أسطول وأكثرها حداثة لأكثر من 150 وجهة ركاب وبطائع محلية ودولية عبر خمس قارات مشاهدين وقبل الختام تذكير بالعناوين إيثيوبيا تحسن ترتيبها الرقم بناء على مؤشر المشهد الحكومي الرقمي للأمم المتحدة الذي يضم 193 دولة أضوان العامين العام لإيقاد يقول إن الدول لأضاف الهيئة يجب أن تضمن منفتع المتبادلة لتنمية السياحة والحفاظ على السلام مشاهدين الكرام انتظروا نشرتنا الإخبارية وشكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة